زادة حول هذا الموضوع ينضم إلينا في بث حيوان بشر من هناك الزميل إحسين العبرة مساء الخير إحسين نعم ننتظر الزميل إحسين العبرة هل تسمعنا إحسين سنجدد الاتصال به مرة أخرى إذن أعزائي المشاهدين معنا هنا في الستوديو جهاد مصطفى من سجور هو عضو مركز الليكود ومرشح سابق في الليكود طبعا أخ جهاد مصطفى هذا الموسم طبعا أنت لم تكن مرجعا في الليكود أنا كنت مرشح آخر مرة الكنيسة الأخرانية في الليكود وفاز صديقي وزميلي أول شي مساء الخير إليك أستاذ شاكر والجميع المشاهدين أولا أريد أن أعرفك للجمهور بشكل أفضل أنت رئيس نقابة الصيادين في البلاد كمان مجددا أنا كنت بالسابق كنت وما زلت كنت بالسابق حوالي عشرين سنة مسؤول عن كل الصيد في إسرائيل وكنت مندوب لجنة نقابة الصيادين بإسرائيل رئيس لجنة نقابة الصيادين بالأحرى ومجددا بعد فترة زمنية ثمان سنوات زحت عن الموضوع واجعني قلبي على اللي عم بيصير أنه كل مرة حماية الطبيعة عم بيجددوا وبذيقوا على الصياد في إسرائيل وعم بيعملوا قوانين بسنوا قوانين ضد الصيد وعم بيسكلوا علينا مناطق الصيد ومنع هذا مهم هذا موضوع بحد ذاته موضوع بحد ذاته مضبوط أنا بفضل أنه نحكي عن موضوع هذا بشكل مفصل أكثر أنا سدعيك لهذا العمر نتحدث عن الانتخابات أنت طبعا عضو حزب اللي كود طبعا اللي كود هو رقم 31 مقاعد عصر عل ولكن هذه المرة بخلاف المرة السابقة صعب جدا على اللي كود أن يؤلف حكومة برئيسة من يمين نتنياهو 52 زائد 9 يعني مضبوط بس أنا مش بالضبط موافق معك على الكلام لأنه اللي كود عمليا أثبت أنه هو القدير وهو الحزب الأكبر في هاي الدولة والشعب الإسرائيلي أثبت أنه بده الحزب هذا يظل يقيد هاي الدولة وبده أنه تظل الحكومة موجودة حاليا في رئاسة اللي كود وبرئاسة سيد بن يمين نتنياهو وإلا ما كانش بأخذ 30 مقاعد عمليا تأخذ 30 مقاعد من 120 عمليا ربع الشعب الإسرائيلي ولكن هناك من نشق عن اللي كود جدعون ساعر بس شفنا استنى لحظة أنا معك أنه نشق بس ولكن التشقيق سيد جدعون ساعر ما أثرش هذاك التأثير في اللي كود ولو أنه أثر يمكن جدعون ساعر كانت عنده خطط أنه هو بقول لك أنا بشق عن اللي كود وبجر حوالي يمكن 20 أو 30 مقعد من الشارع مع جماعة اللي كود اللي بيجوا وراي بس للأسف إحنا شفنا ولا واحد من رؤساء اللي كود أو من الوزراء اللي موجودين في اللي كود والفعاليين النشطين القوايا في اللي كود فيش واحد ينجر وراه ولا واحد راح معاه راح زيب الكن مع أنه زيب الكن أنا مش عارف كيف بدي يعيش في الجو اللي عايشينه إسه اللي عم بصرحوا فيه قدعون ساعر وجماعة قدعون ساعر إنه هني بدي ألفوا مع حزب اليساري أنا لحد إسه مش أظنني كمان لا قدعون ساعر ولا بنت ينضموا ويشكلوا حكومي لا مع بنت ولا مع اليسار لأنه بندمجوش مع بعض ولكن هذه انتخابات كان عنوانها بني من نتانياهو أو ليس بني من نتانياهو زي كل مرة زي كل مرة مرة ماضي كمان أو تيبي أو بيبي أو نتانياهو ولا كافة المناوي لنتانياهوي أكثر إذا منتطلع على نتائج نتانياهو ربح ما خسر إذا بتجمع أنت الثلاثين لخضل نتانياهو وبتحط أنت ستة تبعوني سموتريتش مع بنت اللي أخذ من اللي كود عمليوني أحزاب يمين عملياً اليمين زاد حوالي 7-8 مقاعد من المرة الماضية مش نزل مش نزل بالعكس اليمين ككل طلع حوالي 7-8 مقاعد عن الانتخابات السابقة لماذا أنت واثق بأن نتانياهو سينجح بتشكيل الحكومة من أين سأيات أنا أقول لك في ثلاث احتمالات الاحتمال الأول اللي هو بنت مش راح يقدر يعيش لا مع تسعة وخمسين تسعة وخمسين والاحتمال الأول لتسعة وخمسين ينضم منصور عباس مع أنك أنت إسا حكيت أشياء اللي أنت موجودة اللي هو أربعة اللي هني حسب رأيك أنه كان مع لبيد الموحدة؟ الموحدة نعم الموحدة نضم لنا تليقوا؟ لا لا شو يعني الموحدة أثبتت وحطت طابع جديد للوسطة العربي لكن لديها شروط حتى لو عندها شروط وهل تكبر بأن تلس مع بن كفير؟ بن كفير مش راح يأخذ الشيء مش راح يكون وزير حتى في حكومة نتانياهو ممكن أعضاء البرلماني اللي معه يكونوا وزراء أما بن كفير مش حظني يعطوه وزير ولكن بن كفير إذا بدوا مصلحة الشارع اليميني وبدوا المنتخب اليميني في إسرائيل مجبور يوافق على انضمام سيد عباس مع القوائم اليمينية للتشكيل الحكومي هاي أول احتمال الاحتمال الثاني بنت مع أو قدعون ساعر بيعطس عطسة الفيقة من الغيبوب يلوفيها وبينضم حزراء للبيت طبعه أو قسم منه أو قسم منه محتمل يكون فيه شغل وراء الكواليس اللي يشقه كم واحد من الأطراف الثانية اللي يجو مع اللي احنا بدنا ذكرك إشي واحد مين كان هذا نفس الاحتمال أنت تحتاج على نفس الاحتمال أنه شارك تنضم لبيل نفس الاحتمال لا أنا بذكرك ليش بذكرك مين اللي حط عرقيل لتشكيل حكومي لما كانوا 33 مندات قنس مع لبيل هون إسر اثنين مع بعض عمليا 25-26 مندات مش أكثر مين اللي حط العرقيل لتركيب حكومي وتشكيل حكومي هذا مين أنا بقول لك مين هاوزير و هندل اليوم مين هاوزير و هندل مع قدرون ساعر هذا الاحتمال الموجود ما حدا بغير ينكره هاوزير و هندل مع قدرون ساعر ليس هناك احتمال باني أنا بالعكس احتمال الثالث أنا قلت لك ثلاث احتمالات واخد فرصته في المرة السابقة و ربطها أنا قلت لك ثلاث احتمالات لحد إسا حكيت احتمالين الاحتمال الثالث هو القائم حسب رأيه إنه بنت مع متنياه مش مع نتنياه مش مع نتنياه إلا قانس يجي وينضم ويعرف إنه إذا هو بده يكون قائد لحزب المركز والأحزاب اليسارية عشان يقدر يضم قواه ويجمع قواه للسنين القادمة مجبور يكون في داخل الحكومة ومش برية الحكومة إذا برية الحكومة يبقى هذا مجرد احتمال احتمالات أكيد احتمالات أكيد يعني ردنا أنا سألك السؤال أيوب الكرة الوزير السابق قام بتهنئة الدكتور منصور عباس الليل الفائتة هل تعتقد إنه موجه منك برئيس الحكومة مش عظيم هل تعتقد إنه الفكرة منه أو من أعضاء حزب في اللي كوت أنا ما فكرش إنه راح كبع كبعتي خاصة من الحزب أو من سيد نتنياهو اللي يخلي وسائل الإعلام تحط الكاميرات عليه إنه رايح من بعثي خاصة من اللي كوت أو من حزب اللي كوت أو كمندوب من بيبي نتنياهو اللي بديعمل تشكيل حكومي في ظرف اللي إحنا فيه ما بيعملها طريق وسائل الإعلام بيعملها من وراء الكواليس واللي أنا بفكر اللي عم بسير من وراء الكواليس لا أنا شايفه ولا أنت شايفه ولا حتى من سيد لبيد اللي حكيت عنه إسه اللي هم كيف على جلسته مع منصور عباس بعرفش قديش راح ينال وينول من سيد منصور عباس منصور عباس بس لبيد أعلن قبل انتخابات إنه مستعد يتحدث مع الكوامل المشتركة مستعد أن يتحدث لا جديد يعني بدا أسألك ولا جديد ما كل حياته المشتركة والأحزاب العربية نتني أوني ما يفعل ذلك كل حياته المشتركة والأحزاب العربية تدعم اليسار وتشد على اليسار وبالزمنات أنا بذكرها كانوا كنا نت لبيد يسار ما لشو اللي كان لبيد سعر يسار أنا كنت عن سعر أنا ما قلتش عن ياسر لماذا تسمين يسار لبيد رسي حزب أنا ما قلتش عن قتدون سعر أنا قلت عن لبيد لبيد يسار وأبو اليسار كمان لو مش أبو اليسار كان بيشتغلش كل الشغل هذا مع اليسار لبيد يساري أكثر من أنا بقولك لبيد شو عنده وبعدين تعالت نتقارن بين اثنين يا أخي شو محل بالعراب لسيد لبيد كان مرة واحدة وزير ومش استقال جبروا يستقل بعتم بيتاروتو سيد نتانيون لانه فشل الضرائب اللي كانت على زمن لبيد لمن كان وزير اقتصاد عمليا احنا لحد اليوم متحملين النتائج السلبية لحد اليوم وراح نتحمل بعد وبعد من اجل اللي عمله سيد لبيد لمن كان وزير اقتصاد وزير مالية وزير مالية عمليا هنت تعتقد ان اللي كود يحافظ على اعضاؤه خذ مثلا الوزير ايوب كرة كان في مركز رفيع جدا اليوم اللي نجده ضمن قائمة الاعضاء التناسط لماذا انا بقول لك لماذا الحزب اللي كود والحزب الوحيد الديموقراطي في هاي الدولي الحزب الديموقراطي الوحيد اللي بيعمل انتخابات لجميع اعضاؤه اللي بعطي حق الاولوية للمنتسبين في الحزب ينتخبوا القائمة تبعت الحزب تبعتها للكنيسة ولا حزب اخر في الدولي هاي الا حزب العمل حزب العمل الوحيد اللي بعطي ان المنتسبين تبعوا ينتخبوا القائمة تبعوا وحزب اللي كود وحزب اللي كود كل حياته يعمل للمنتسبين الانتخابات هاي داخل الحزب والمنتسبين هن اللي بيقرروا تركيب الاعضاء للكنيسة الانسان بحكمه على افعله انا بتأمل كل واحد باللي كود وودي يكون في اللي كود ينتخبوا على نتائج عماله طبعا السؤال الاخير لك الاخ جهاد مصطفى من سجر عضو مركز اللي كود طبعا نتنياهو سيحاول سيبدو كل الجهود من اجل تشكيل حكومة ولكن في المقابل لا تنسى ان الطرف الاخر سيحاول والاخر ان يشكل حكومة سؤالي بصراحة هل أنت وافق ان نتنياهو لان هناك الجمهور الاسرائيلي حسب النتائج يريد التغيير يريد التغيير أنا مش موافق لونه يريد التغيير كان مبعطوش خمس وعشرين وبعطوش مليون صوت لبي بنتنياهو مليون صوت صوتوا لبي بنتنياهو اجمع كل اليسار بس اكثر من مليون صوتوا ام قلعن ساعر و ام بنت و قول لي كم صوت اخذش سمول اللي بده التغيير اجمعه انت تتحدث عن بجوش سبعمائة الف صوت انت تتحدث عن اليسار كثيرا اليسار اليوم معرفين اميرتس والعزاب العربية و حزب العمل يعني واقع انا بحكي واقع اجمع الارقام تحكي طيب بصراحة يعني بالنقطة الاخيرة تتحدث عنها اريد ان اه حصل نتنياهو على اصوات كافية بالنسبة للمواطن العرب كل الحملة اللي قام فيها بزيارات هل تتكت انه حصل على ما يريد اكيد حصل اكيد حصل انا من من واحد الاشخاص اللي انا عايش بالشارع العربي اكثر من اي واحد فعال في حزب الليكود و انا شخصيا اعرف وسمعت سماداني وشفت شوف عيني اللي اللي صوتوا للليكود واللي داعموا من اجل الناس تطلعوا تصوت للليكود لانه بدون التغيير والناس مش عالفاضي اعطت كمان منصور عباس لانه شافوا حلم صغير اللي هو اسمه التغيير في الشارع العربي والتغيير هذا نتج عن عن زيارة نتنياهو للبلدان العربية وعن منصور عباس لكونه زرع نموذج جديد في الوسط العربي طيب على كل حال هو اليوم مندوب عن الوسط العربي وعن الوسط الدرز هو فاطين ملة مزبوط مزبوط طيب على كل حال نرجو له وفاطين ملة على كل حال له كلمة حق تقال في هذا البرنامج فاطين ملة اشتغل الله يعطيه العافية انجز 11 الف صوت تقريبا من الوسط الدرزي للليكود وكمان انجز في الوسط العربي مساعدة كل رؤساء الطواقم اللي في البلدان ساعدته مع بعضها وصلنا كمان حوالي 10-11 الف صوت عربي للليكود دعنا عمليا تقريبا مندات واحد من الدروز مع العربي اخ جهاد مصطفى من سجور الناشط الاجتماعي عضو مركز الليكود ومرشح سابك شكرا لحضرك للستوديو ابقى معنا اشكرك اخ شكر للاستزادة اكثر حول نتاج انتخابات وابعادها على المجتمع العربي والحلبة السياسية الاسرائيلية ينضم الينا الان